مرحبا أعزائي المتابعي في قناة بلين بعيون عربية الفيديو مع التليجرام وتحديدا كيف سأسترجع حساب تليجرام بعد الحذف عند نسيان رمز التحقيق بخطوة قابل ما أبدي الشرح أتمنى لكل شخص يدخل على هذا الفيديو يدعم قناتي بلين بعيون عربية باشتراك و لايك و يفعل سر الجرس حتى يوصل لكل جديد من عندي و الجديد على قناتي قناتي اسمها بلين بعيون عربية قناتي مختصة في التطبيقات و مشاكل التطبيقات والايفون و مشاكل الايفون و ايجاد حلول هذه المشاكل ببداية راح ندخل على تطبيق التليجرام أنا أحذفه وبعدين أسترجعه و أعلمكم كيف راح نسترجع الحساب و خلينا ندخل من داخل الاعدادات في البداية هذا التليجرام مالتي هنفعل رمز التحقيق بخطوطين راح أحذفه الآن حذف و الان راح أرجع رجع و اخلي تليجرام و ارجع نزله بعد ما كمل هنا راح ادخل عليه start دخل الرقم مالتي بعد ما دخلت الرقم هنا قال لي هذا الرقم مالتك نعم هنا قال لي انه محميه برمز مصادقة ثنائية او التحقيق بخطوطين فعاني أقول له نسيت الرمز قال لي احنا ارسلنا رسالة للايميل بها كود مالتك هنا انطعني هذا الكود راح ادخل هنا الان قال لي غير الباسورد فاني اغير كلمة السر مرة ثانية او اعمل skip وتروح كلمة السر تبقى انت براحتك انا اللي راح اعمله انه اغير كلمة السر واحط كلمة سر جديدة ولازم تذكرها لانه ضيع كلمة السر 99% او 90% نقول احسابك راح يضيع فاني راح اخلي كلمة السر اما اذا رابطة ويا بريد الكتروني فابد ما عليش ابد ما يضيع حسابك فكل واحد تبقى براحته رجاء اللي يعمل حساب مصادقة ثنائية او تفعيل بخطوتين لازم يربط بريد الكتروني انه هاي دنيا واحنا معرضين انه ننسى والان دخلت على حسابي فرجاء رجاء اكرر مرة ثانية كل واحد يفعل التحقيق بخطوتين لازم يربط بريد الكتروني حتى ما يضيع حسابه اتمنى بنهاية الفيديو استفاديته امانة كل من يدخل على هذا الفيديو يستفاد من عنده امانة يشترك بقناتي ويفعل الجرس انا طبعا مشاهدات جدا اتهمني وايضا الاشتراكات فرجاء انا ارسلوا قناتي لاصدقائكم جدا شاكر اي سؤال او استفسار اي مشكلة كتبوها بالرسائل يعني حاضر اي مشكلة راح اتواجهكم شكرون لكم مع الف سلامة ومثل ما تشاهدون انا مفعل هنا رمز التحقيق بخطوتين اقدر الغيه بس ما دام عندي بريد الكتروني ابدا ما اخاف راح اقدر استرجعه حتى لو نسيتها مئة مرة فهذا شي مهم انه تربط بريد الكتروني تحياتي لكم مع الف سلامة قبل نهاية الفيديو فقط حبيت اشير الى انه اذا ربطت التليجرام هي البريد الكتروني ما راح تقدر تلغي هذا الربط فاي واحد يدخلي الان كيف راح نلغي الربط للاسف ما موجود بالنسبة للجيميل لكن ما فقط موجود بالنسبة للياهو ميل فهذا اللي موجود فقط حاليا ممكن بعد شهر بعد شهرة ممكن تنزل طريقة نزلكم اياه اما حاليا غير انه يبقى مربوط ما موجود طريقة انه نفك الربط بين الياهو بين الجيميل عفوا بين التليجرام و بين الجيميل تحياتي لكم كل يوم يدخل لي مئات كيف راح نلغي الربط كيف نلغي الربط للاسف ما موجود طريقة تحياتي مع السلامة قبل ما انهي الفيديو فقط حبيت اشير الى عندي هذا الفيديو راح اتركب صندوق الوصف كيف راح تشاركون موقعكم في الفيسبوك من المكان اللي انتو بيه حاليا مثل ما تشاهدون الى المكان اللي رايح الى مثلا اللي في اوروبا ورايح على الامارات او على المملكة العربية السعودية راح يضر عنده بالفيسبوك المكان اللي انت بيه والمكان اللي انت تقصده تحياتي لكم هذا الفيديو راح يكون بصندوق الوصف تحياتي لكم مرة ثانية ومع الف سلام اشتركوا في القناة